بحسب مسؤول في نادي الزمالك رد لنا على الأنباء اللي ترددت بشكل انتقال عمر قلاوة لاعب وسط الفريق الأول لقراط القدم بنادي السيراميكا كليوباترا إلى صفوف نادي الزمالك اللاعب كان مرشح مع محمود جهاد لاعب وسط فارق والتعاقد مع أحدهم التدائم خط وسط نادي الزمالك في فضل الانتقالات الحالية مسؤول نادي الزمالك علينا أن عمر قلاوة رحب بالانتقال لصفوف نادي الزمالك وطلب التفاوض مع السيراميكا كليوباترا إلا أن كابتن أيمن الرمادي المدير الفني الفريق السيراميكا كليوباترا رفض التفريد في خدمات اللاعب زل حاجة الفريق ليه وبالتالي اللاعب أصبح خارج حسابات نادي الزمالك بعد تمثل كابتن أيمن الرمادي به الزمالك أيضا جهز المكافئات الخاصة باللعابين بعد التتويج بالسوبر الأفريقيا هيتم صرفها خلال أيام قبل الصفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري مئة ألف جنيه هيكون لكل لعب في نادي الزمالك في حال التتويج بالسوبر المصري بجانب مكافئات السوبر الأفريقي أمور مش حلوة في نادي الزمالك دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قال إن مصطفى الزناري تعرض لإصابة بتمزق في أربط الكاحل من الدرجة الثانية اللعب هيخضع لفحصات طبية لازمة في الفترة الحالية من أجل تحديد البرنامج التأهيلي هيخضع المدافع ليه خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية وبطبيعة الحالة هيبقى صعب يشارك فيه مباراة السوبر المصري بص بقى سيدي كل ما تردد كل ما تردد حول اتفاق نادي الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بالعيد غير صحيح غير صحيح هحكي لك الحكاية كلها فيش كلام من ده خالص زمالك لا تكلم مع وكيل بالعيد ولا تكلم مع بالعيد ولا حكاية من ده خالص الزمالك كان من فترة فتح خط تواصل مع اللاعب ووكيله والأمور بعدها اتقفلت اتقفلت ليه؟ عشان نساعتها الزمالك ما توصلش لأي اتفاق سواء مع اللاعب أو مع الوكيله بخصوص الراتب السنوي أو مد التعاقد انه اللي كان فيه مطالب كبيرة جدا شايفها نادي الزمالك بعيدة عنه جدا مطالب مالية يعني عشان كده الزمالك بعيد عن هذه الصفقة ولكن ولكن الزمالك لا يمانع في يناير القادم في حال في حال اللاعب ما كانش بيشارك مع فريقه الفرنسي كتير وقبل انه يخفض الرقم اللي ممكن يرجع بيه أو يسيب فريقه الفرنسي ممكن الزمالك يتكلم مرة اخرى لكن اخر مرة الزمالك يتكلم مع اللاعب وكيله كان من فترة مش قليل وكاية الموضوع مأفولة بدري بدري